اشتركوا في القناة هذا إذا مضيت في حياتك بهذه الوجهة من دون أن تتوقف فكيف إذا توقف المرء حيناً؟ كيف إذا عصى المرء حيناً؟ كيف إذا تأخر المرء حيناً؟ كيف إذا تراخى المرء حيناً؟ نصيحة يا أخوان اجعلوا السيرة إلى الله عز وجل هو شغلكم الشاغل وهو همكم، اجعلوه همكم الكبير في هذه الدنيا قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه إذا أنت تريد إقبالاً على الله وسيراً إليه ترجو بهذا درجات في الجنة الله عز وجل يعطيك ويمدك ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وإذا إنسان ما بده يعني هو لا يفكر أصلاً بالسير إلى الله هو يفكر بدي أنا بس هلأ المهم تلاقي لي شيء وظيفة يا أستاذ يكون معاشاً منيح الله يخليك هلأ موضوع السير إلى الله لاحقين لاحقين لسه عليه لساعتني بكير بكرة بس اطلع إن شاء الله على الاستقاء بس استقيل يصير عمري إن شاء الله أنا ناوي يستقيل على ثلاثين سنين بيكون صار عمري شي سبعين سنين هناك بدي حج وشوف بعدين الإقبال على الله عز وجل خير إن شاء الله خير أنت تريد حرث الدنيا نؤته منها بس ما له في الآخرة من خلاق ما له في الآخرة من نصيب ما لك شيء في الآخرة أنت تريد الحياة الدنيا أنا يا أستاذة للمهم أملي بيت الله يوفقك شوفي طريقة تأمم بيت وبيدي عروس اتجواز لأنه كثير حاسس حالي يعني بدي زواج أمنولي عروس وهلا بعدين تساوي لنا دروس تبع منازل السائرين مبدئيا أمنولي هالعروس وهالبيت ونتحاكى بموضوع السائر إلى الله خير إن شاء الله أنت تريد الحياة الدنيا ما لك في الآخرة من نصيب النصيحة يا أخوان أن يجتهد جميعنا في كل يوم تضع نصب عينيك هل ازددت خطوة في القرب من الله عز وجل وأنا في سيري إليه إن كان نعم فأنت في خير كبير وإن كان الأمر في غير هذا فاستغفر الله على ما مضى وعد إلى الصراط المستقيم مقبلا على الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر